لقاء الأحبات سحر حلال ونبع مصفى وورد زلال به قال حبي به الله قال به القلب يحيى بعذب المقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى وأصلي وأسلم على البشير النذير والشافع المشفع والصادق المصدوق وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة المشاهدون الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بكم من لقاءاتنا في هذا البرنامج اليومي لقاء الأحبة حديثنا في هذه الحلقة عن سنة من سنن الله في الكون إنها سنة الاختلاف فاصل ثم نعود لكم بعون الله تعالى لقاء الأحبة سحر حلال الاختلاف في الأمة هو رحمة والتصورات الخاطئة أكثر ما ينتج عنها الاختلاف بين الناس المذموم وهذا التصور الخاطئ ينشأ إما عن نقل خاطئ عن شخص ما أو عن فهم خاطئ لكلامه فقد ينقل عمر عن زيد نقلا ما ما قصده ولا أراده وكثير ما يحصل هذا الأمر فعلى سبيل المثال كان الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه كتتلمذ على أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه ورحمه الله وظل عنده زمنا ثم قرر أن يفارقه وارتحل إلى الشام إلى الإمام الأوزاعي وذهب ليدرس عليه وكان الأوزاعي رحمه الله سيء الرأي في أبي حنيفة بادئ الأمر وكان منتجر كذلك عند كثير من المحدثين فكانوا يرون أن أبا حنيفة هذا يقدم العقل ويحكمه على النص ويرد النص مما كان ينقل عنه وماذا بحاصل عند أبي حنيفة رحمه الله فإذا بالعبد الله بن المبارك يسمع الأوزاعي يعني سيء الرأي في أبي حنيفة فأراد أن يصحح هذا عنده فكتب كراريس وبدل أن يكتب عن أبي حنيفة قال قال النعمان قال شيخنا النعمان وجاء إلى الأوزاعي وهذه الكراريس بيده قبل الصلاة فقال له الأوزاعي ما الذي بيدك قال كراريس كتبتها عن بعض مشائخنا في العراق قال ادفع إلي فدفعها عبد الله بن المبارك إلى الأوزاعي فبدأ الأوزاعي يقرأ فانهامك في الكراريس لأن أبا حنيفة رحمه الله كان قد أوتي الحج في الفقه فكل الناس في الفقه عيال عليه قرأ فأعجب بها كثيرا أكيمة الصلاة من كثرة وجده ووله بها أدخلها في كمه هذه الكراريس ولما انتهت الصلاة أخرج هذه الكراريس يقرأ منها فقال الأوزاعي لعبد الله بن المبارك إن عدت إلى العراق فالزم هذا الشيخ فكلامه حسن واستدلاله حسن ولا تلزم أبا حنيفة وهو لا يدري أن هذه لأبي حنيفة إنما شطب أبا حنيفة وكتب قال شيخنا النعمان فقال الأوزاعي إن هذا الشيخ فقال ابن المبارك إن هذا الشيخ الذي توصيني بأن ألزمه وأن أذهب إليه هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت فكان الأوزاعي رحمه الله من أحسن الناس ظنا بأبي حنيفة وهكذا تذهب التصورات الخاطئة لقاء الأحبات سحر حلال مرحبا بكم من جديد لشيخنا الأفاضل الخلاف سنة كونية من سنن الله عز وجل لا يحسمه أحد قال الله جل وعلا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ هذه السنة كيف نتعامل معها ما هي ضوابطها حديثنا سيدور بعون الله تعالى حول هذا الأمر شكر الله لك دكتور عبد المنان ودي مشايخنا الكرام نحن عندما ننظر إلى الاختلاف سنقد في زاوية أن الاختلاف شيء سنة كونية وشيء إيقابي أن يكون هناك آراء متعددة وسنقد في الاختلاف كذلك نوع من أنواع يعني أو مسلك من مسالكه الضارة المهدامة من شأ هذا الاختلاف الضار الذي يهدم ولا يبني يفرق ولا يجمع يشتت شمل الأمة من شأه إعقاب الإنسان بذاته أن يرى نفسه أنه هو الذي يقول صوابا ويفكر أنك تريد يا شيخ أحد مناشئه وليس الحصر فيها أنها مناشئ متعددة نعم لكن نحن نقول أن واحد من 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 ضمن هذه المناشئ ما تابعنا في القصة هذه قبل الفاصل كيف حصل بسبب سوء الفه والنقل الخاطئ وتقد هنا من يرى نفسه أنه هو الأفضل والأكرام والأقدار والأقدار والكذا يسلق مسلك أنه لا أريكم إلا ما أرى هذا هو المنهج السليم وبالتالي إذا لم تفعلوا به سأنتقل إلى الفرقة وإلى الصدام ويكون صاحب هذا قد ألقى سنة كونية وانتهى سنة فرعونية نعم ولهذا لاحظوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بين المهلكات قال شح مطاع ودنيا مؤترة وإعقاب كل ذي رأي برأيه وهو متبع فإعقاب كل ذي رأي برأيه هذا هو الذي يفسد الاختلاف بدل من أن يكون سنة يتحول إلى نقمة وإلى حرب وإلى عداء وإلى خصومة وإلى آخر ذلك ويعني هنا على عقالة هكذا ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول في بعد منهج الشورى في أحد يعني الناس قد اجتمعت على أمر واحد وكانت لهم آراء متفرقة قبلها حسمها يعني أنهم التقوا على يعني إطار معين وكان للنبي رأي وكان للصحابة رأي وكان لهذا الفريق رأي واتفقوا على الخروض ولما خرج قال أطاع الغلمان وعصانة فعاد من المعركة بأنه يرى نفسه أن الأصل يعني يكون هو القول المسموع والمعمول به فأقول يا أحباب الكرام أن الإنسان إذا سلك مسلك الإعقاب بالرأي وبذاته وبعقله وبتفكيره فقد أهلك نفسه وأهلك الأمة وأهلك الأمة معه شوف من هذا المنشأ الذي ذكره الشيخ عبد الحق جزاوه الله خير وبارك الله فيه وتطرغ إليه منشأ التعصب منشأ التعصب هذا هو من البلاية التي ينتق عنها الخلاف يعني أحد السباب الخلاف أحد السباب الخلاف والاختلاف لأن الاختلاف كما يقول ابن تيمية هو اختلاف تنوع وهذا محمود واختلاف تضاد التعصب يحول اختلاف التنوع إلى تضاد صحيح ومن ذلك التعصب المذهبي التعصب المذهبي هذا قاد الأمة إلى معارك هي في غنى عنها رغم أن الأئمة الإمام الشافعي درس عند الإمام مالك كان عمره عشر سنوات سواء كان المذهب هذا مذهب فقهي أو مذهب عكدي أو مذهب حزبي أو مذهب حزبي أو مذهب فكري لأنه قصد الناس تحصر كأنها في المذهب الأربعة أو غيرها نعم فالإمام الشافعي درس عند الإمام مالك وكان عمره عشر سنوات وقال لا أنا لا أقبل هذا قال أحفظ الموطأ نعم فقبله واستغرب وأحبه مالك ومالك كان يقول في الشافعي كان يقول إذا ذكر العلماء قال مالك كالنجم وأحمد بن حمبر رضي الله عنه وأرضاه كان يتهمذ الشافعي والإمام أبو حنيفة قبلهم جميعا وكانوا يقولوا الإمام الأعظم ولما ذكر الإمام أبو حنيفة عند الإمام مالك والليث بن سعد يذكره قال ذلك إمام ويتكلم فيه بكل خير وهكذا كان الأئمة كلهم يعجبون يثني بعضهم على بعض يثني بعضهم على بعض حتى أنه الإمام عبد الله بن أحمد بن حمبر استغرب من أن أباه يدعو للشافعي ويقول له من هذا الشافعي قال هو كالشمس للبنية أو كالعافية الأبدان نعم يعني انظر كيف كان هذا من هجم لكن التعصم دفع إلى أن بعضهم يقف يعني من البلاية التي وصلت إليه الأمة أن في عهد الحنفية هم يعرفوا بأنهم أشد اختلافا مع الشافعية وهذا ما دفع أنهم يفتروا أحاريث حتى أصبحوا يلقبوا بالفريقين نعم حتى أنهم افتروا أحاريث ووضعوا أحاريث تقول الحنفية قال سيبعث أمة رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشد على أمة من إبليس يعني بالله عليك يقصد به من الشافعي وكم مثل هذا وكم مثل هذا ومن العجائب أن أحد يذكر يعني ابن قدامة في المغني أن أحد الحنفية يوم من الأيام رأى أحد بجواره في الصلاة يرفع السبابة وعندهم من المحرمات عند الحنفية وهي سنة من السنة ورد بها لحاريث فقام وقطع إصبعه لماذا وقال لماذا رفعها في الصلاة وكان في الكعبة لكل رأى مذهب الحنابلة ربع جماعات يعني جماعات في الصلاة في الركن للحنابلة وركن للشافعية وركن لله وإذا صلى أحد العامة من المقلدين وراء الإمام الآخر واكتشف أنه صلى وراء حنبليين أو شافعيين وهو من مذهب آخر أعاد الصلاة ولكن هذا كأنه عرف يا دكتور في أصر المتأخرين فكانوا على مستوى عال نعم كانوا على مستوى عال وكان الإمام الشافعي صلى وراء حنفي في مغداد فلم يقنط لماذا احتراما لمذهب الحنفية وكذلك الإمام الشافعي كان الإمام أحمد بن حمل يعز الشافعي ويأخذ بأقواله إذا رأى بل كان يرى أنه شيخه وهذا التعصب نشأ من فرط الغلوف المشايخ القول أن الشيخ هو أصبح ولذلك الإمام مالك منع هارون رشيد لما أراد أن يعمم على الأمة الموطأ رغم أنه من أصحة الحديث وبعضهم دفعها من المالكية من يقول إذا جاء لا يوجد آية ولا حديث تخالف الموطأ الإمام مالك الله المستعان شكر الله لكم الدكتور علي والشيخ عبد الحق والدخوة المشايخ الفضل الحقيقة إخواني وأحباب الكرام الخلاف كما أسلف الدكتور عبد المنان في البداية هي سنة كونية ومن أراد أن يحتكر الحق في ذاته حاول أن يلغي هذه السنة الكونية وأن يتبع الطريقها الفرعونية ما أريكم إلا ما أرى والله تبارك وتعالى يقول ومن آياته أصلا لو أني أتفق أنا وأنت في الصورة وفي الخلقة وفي التفكير وفي كل شيء لا داعي لوجودك أنت أو أنا واحد مثلا لا داعي له لأنه مثلي في كل شيء بل تخيل الحياة لو أنك يعني تنظر في المرأة وتجد صورة نفسك وترى كل الناس على نفس شاكلتك في كل شيء ربما لا أصبت بالجنون لا يمكن أن يستقيم هذا الحال ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال الله تبارك وتعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود في كل شيء في هذا الكون الكامل لابد من سنتيش الاختلاف أن يختلف هذا عن هذا وقال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولعل الأخوان الكريمان والشيخان الفاضلان ولعل الأخوين الكريمين والشيخين الفاضلين قد ركز على موضوع الخلاف العلمي لكن هذا يسري في كل شيء في الخلاف السياسي في الخلاف العلمي في الخلاف الفقهي في بين أصحاب كل حرفة يحصل عندهم هذا الخلاف والتنازع لكنه في الجانب العلمي يعني من أهم الأمور كان أحد مشائخنا يذكر لنا طبعا نسان لما يعني من ضمن هذا الأسباب الخلاف لما واحد ما عنده إلا معلومتين خلاص فكان أحد مشائخنا يقول لنا قال هذا يسموه التنك الذي يضعون فيه حصى فهو يديها باللهجة العامية قال شوف التنك هذا إذا وضعت فيه ثنتين حصى ما يقولش حصى ثنتين حصى ثم هزيته قال تحدث ضجة كبيرة جدا لكن إذا امتلأ وتحاول أن تهزيش لا يمكن أن يتحرك فالإشكال هذا لما يكون الإنسان عنده قصر نظر وقصر باع في العلم يظن أن الحق محصور فيه وأسلف الدكتور علي لما أراد هارون الرشيد من الإمام مالك أو المنصور من الإمام مالك أن يؤلف الموطة قال اكتب لي كتابا جنبه شدائد بن عمر ورخص بن عباس وشواذ بن عمر ووطئه للناس توطئة ولا إن بكيت وشواذ بن مسعود وشواذ بن مسعود نعم ووطئه توطئة ولا إن بكيت لا أكتبنه بما إذ ذهب ولا أحملن الناس عليه لو واحد مننا الله يحملوا الناس على كتابه تمام من أحسن مالك لكن مالك قال لا لأن الصحابة قد توزعوا في الأمصار وكل يعني عنده ويعني عودوا الناس على ما هم عليه من الفكة حسير فهذه الأمور كلها لابد يعني أن تدرك وأن تلاحظ وأن ننتبه لأن هذه من الأسباب يعني الممقوطة في هذا الخلاف يا شيخ محمد الآن يعني قضية الاختلاف العلمي هذا أعتقد يعني ضعف الآن لكن الآن عندنا الاختلاف السياسي والصراع السياسي هو الذي قتل الحياة اليوم أهلك الحرثة والناس نعم قاعدة تقول يا أحبة الكرام لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف أنا مثل ما قال الشيخ محمد قال يختلفون نحن نختلف تختلف أذواقنا تختلف أفكارنا تختلف صورنا كل واحد سبحانه الله له خلقه وله طبيعه وله حياته لكن أحيانا المشكلة مثل ما قال أحيانا قد يكون الخلاف قد يؤدي إلى التنازع حيانا وأنه ما تشتيخذوا الناس إلا برأيك خاصة إذا كان عالما والناس ركنوا عليه وطلاب العلم قاصدهم من كل مكان فكانوا يشتقوا للناس لا تأخذوا علمكم إلا من عندي أنا أنا الفقي وأنا المفتي وأنا المحدث ولا المحدث بعدي والقول قوله فقط يأتي الطلاب حيانا إما كانوا طلاب قدما أو طلاب جدد يقلدوا فيما قال والقول ما قال الشيخ فيقدموا كلامه على كل كلام فإن يتناقشوا إلا في مسألة ما ما يشتيم الشيء إلا الكلام لأنه هكذا أصلا وإحنا قد يكون مش فهم شيء لا في مسألة الخلاف لا في الواجب ولا مندوب ولا المباح ولا المكروه ولا الحرم لذاته ولا محرم لغير أحيانا قد يصدر فتوى من تلقاء نفسه يفعلك مشكلة في أشياء لا تستهق حتى الخلاف عليها أحيانا أحيانا مسألة ما سواء كان في المساجد ولا في الحياة العامة ولا في الحياة حتى في الخلاف السياسي لكن لا يمكن أن يؤدي الخلاف السياسي إلى أن يحمل بعضنا بعضنا أو يقتل بعضنا بعضنا على أي أصلا أنا أقوم أختلف معك فكري نختلف فكريا أحيانا قد تختلف لك رأيك ولي رأيي لك فكري يوم يختلف معك فدمر مسجدك وهدم بك لكن أحيانا هو ما يشتغل لك أنه الفكر ما أخذوا لنا فلاش قالوا الأصحاب يقولوا فالقاعد يقولوا لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف لو الناس لونه ما يتكلم من أصحاب الفق شفاله حتى الفقهار مثل ما قال الدكتور أحمد والشافعي والمصاحب والترميذي وغيرهم قد يختلفوا لك عندهم قواعد متفقين عليها عندهم أصول متفقين عليها عندهم ثوابة مجمعين عليها تماما ما يمكنش يتجاوزوها نهائيا أما اليوم مثلا الطالب جاء من المسافة وجادرت عند واحد من المشايخ أي يمكان وتعلم طبعا وجاء من البلاد لا يقرأ أحيانا ولا عنده فق ولا عنده حديث ولا عنده سنة ولا يداري بالمتفق ولا بالمختلف من ذي لقنا من ذي علم هذا كله وخليه خارجه ناقم على المجتمع مكفر للمجتمع لأنه خلاص أصلا لا تلقى إلا عن مدرسة واحد ولا يفهم إلا عن شيخ واحد ولا تلقى التعلم إلا من واحد فقط وهذا ما قال الله رحمة الشيخ العمراء قال وهذا مشكلة عند القرية العورة هذا القرية العورة هي التي أنك لا ترى إلا بعين واحدة وما دون ذلك كلهم فالناس كلهم لا يفقه وإحيانا قد يصل إلا برحلة التكفير أنه ظالم وظل وأنه كافر ولا يجد السماع له وأنه مبتدع وأنه وكان صاحبه ما هو ماشي على السنة إلا هو وهذا المشكلة عند من؟ عند طالب العلم الذي لقى ذنها كذا واستمع فقط ما عينت عينه إلا واحد ولا سمعت ذنه إلا واحد فقط لا عنده لا عنده آيات الأحكام ولا الأحاديث وإسقاط الأدلة ونحن الحقيقة لا نعني بهذا طائفة بعينها أو ناس بعينها ما أولا المتعصب الموجود في كل مكان لا يفهم كلامنا في كل مكان ونبدأ بأنفسنا في هذا وفي كل الأحزاب السياسية إخواني الكرام الخلاف ما حسن عبر التاريخ الإسلامي أليس كذلك لكن ما ميز الخلاف عند السابقين أنه كان يحمل الأدب ولو ذهبنا نستقر يعني صور من الأدب في الاختلاف لا طال بنا الوقت ولكن نذكر نماذج ليس هذا في الخلاف الفقهي كما يفهم البعض بل حتى كما ذكر الشيخ أنه الخلاف السياسي أغرق الناس حتى في الخلاف السياسي بل حتى الخلاف الذي وصل إلى حد الاقتتال بقي معه الأدب أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه جرى بينه ما جرى مع طلحه والزبير فرأاه مجندلا في شعب من الشعاب فنظر إليه هكذا ثم رفع رأسه ودموعه تذرف وكان يمسح يعني التراب من على وجهه ويقول عزيز عزيز علي أبا محمد عزيز علي أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء يا أبا محمد من يفعل هذا اليوم العدو يعني عدوك الذي تقاتله تراه ثم تأخذ هذا العدو وتضعه على إن قلنا يعني وإلا هذا لا يصطق على طلحه يقول عزيز علي أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء يا أبا محمد ويبكي ويقول ليتني لم أرى أو لم أعيش مثل هذا اليوم أنا أضرب مثال واحد في موضوع الخلاف الفقهي يعني ما يقتلش ويقول الله أكبر أيه على ماذا يكبر يونس ابن عبد الأعلى الصدفي هذا يقال فيه شيخ الإسلام شيخ الإسلام وهو إمام حجة روا عنه مسلم والنسائي وابن ماجا وعدد من الآئمة يونس يونس الصدفي كان من تلاميذ الشافعي اختلف معه في مسألة وافترق ومن أوثق الناس طبعا ومن أوثق الناس نعم اختلف معه في مسألة فغادر مجلس الإمام الشافعي وذهب إلى بيته فأتى إليه الشافعي وقال له قال ألم يأني لنا أن نأتلف وإن اختلفنا اتفقنا في مئات المسائل أتفرقنا مسألة فقال يونس ابن عبد الأعلى رحمه الله قال ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما وناظرني فاختلفنا فجأني إلى البيت وقال يا إمام ألم يأني لنا وإن اختلفنا أن نأتلف هذا الوئام وهذا الحب هو الإطار الجامع هو الإطار الجامع الذي كان يجمع هؤلاء كما ذكر الدكتور علي من قبل بأن الأئمة رغم أنهم كانوا أقران مالك الشافعي أبو حنيفة الإمام أحمد إلا أنهم كانوا يحملون لبعضهم الود والحب والإخاء فالإمام مالك عندما تحدث مع الليث بن سعد هو فقيه مصر في أمر أبي حنيفة قال ذلك فقيه يا مصري يعني اعترض على الليث إنه فقيه يا مصري وكان الإمام مالك وكان الإمام الشافعي يقول في مالك إذا جاءك الحديث عن مالك فاشدد يديك عليه كان يقول مالك كالنجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم أيوة إذا ذكر الحديث فمالك النجم والإمام محمد يدعو للشافعي ويقول هل كان إلا كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان كان بعضهم يود بعض ويؤاخي بعض ويناصر بعض مع وجود أصل الخلاف بينهم لكن نحن اليوم جعلنا الخلاف تمترس خلاف تضاد حتى في المسائل الذي تغتفر والذي تحتمل فإننا نصبنا أنفسنا العداء أختم ب ما جاء في صحي مسلم أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه كانت السنة المعتادة القصر في في الحج في ميناء نعم كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي صدر من خلافة عثمان في الصدر الثاني أكمل وكان ابن مسعود يفت الناس بالقصر وكان عثمان يتم هو إمام الناس وهو الإمام وهو الخليفة فقالوا لابن مسعود فقال كما في صحيح مسلم الخلاف شر لا أحب الخلاف كم نحن بحاجة يا أيها الإخوة إلى أن نتمثل هذه الآداب في حياتنا العملية وفي هذه الرسالة في التشدد في هذه المسألة أحيانا إنسان قد يشدد على نفس مسألة ويظن يعني الإمام النواء يروي في أدب الفتية أن السفيان الثوري كان يقول إنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة هذا هو الفقه عندنا نعم أما التشدد فكل الناس يحسنه نعم وهكذا نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لرضاه وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يسلك بنا سبيل الصادقين المخلصين إنه جواد كريم إلى لقاء آخر يتجدد بكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لقاء الأحبات سحر حلال ولبع مصفى وورد زلال به قال حبي به الله قال به القلب ويحيا بعذب المقال إطار الأحبة إطار